شهدت وزيرة التضامن الاجتماعيين بين قباج توقيع برنامج فرصة لنحو 20 عقد شراقة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 35 ألف مستفيد من برنامج تكافل وقرمة خلال التوقيع أشارت الوزيرة إلى أن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهان لعملة واحدة للانتقال من الحماية الاجتماعية للتمكين الاقتصادي لفتة إلى أن برنامج فرصة يستهدف ثمانية محافظات منهم سبع محافظات مدردين في حياة كريمة وهم الفيوم، بني سويف، ألمينيا، أسيوت، سهاج، الشرقية، والدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي بتدبن منح جديد تحت برنامج فرصة لموأمة التمكين الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية ومع برنامج وعي الذي يطمح أن يساهم في تغيير الوعي نحو وعي إيجابي اقتصادي وأن احنا ننشأ ونطور فكر شبابنا نحو الانتاج وأهمية العمل والتمكين النهاردة الحقيقة شرفنا أن نحن نوقع هذه البروتوكولات مع 21 جمعية على مستوى محافظات مصر بنعمل في ثمان محافظات بالتحديد منهم ست محافظات موجودين في الصعيد واثنين في وجه بحري كثير من القرى التي نعمل بها في هذا المشروع تحت مظلة البرنامج الرئاسي حياة كريمة اشتركوا في القناة